إلى الشارقة حيث ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة وذلك في مكتب سمو الحاكم وناقش المجلس خلال اجتماعه عددا من الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول أعماله حيث اعتمد عددا من مشروعات تطوير وصيانة الطرق في الإمارة لتواكب أفضل معايير الأمن والسلامة وتحقيق الانسيابية المرورية واعتمد المجلس مذكرة الاستئذان التشريعي لتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 22 لسنة 2017 بشأن تنظيم منح خدمة التمريض المنزلي لطريحي الفراش في إمارة الشارقة وطلع المجلس على جهود مطار الشارقة الدولي في تنفيذ أفضل المعايير الصحية العالمية في خدمات ومرافق المطار والتي تكللت في تجديد شهادة الاعتماد الصحي للمطارات التي منحت لمطار الشارقة الدولي من قبل مجلس المطارات الدولي